بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أخواني الطلاب والطالبات وصلنا إلى الفصل السابع في هذا الكتاب اللي هو Longman Academic Writing Series النسخة الأولى وعنوان هذه الوحدة Remembering an Important Event استذكار الأحداث المهمة أو استدعاء الذكريات والحديث عنها وقبل البدء بالشرح أريد أن أسمع منكم الأخوة المتابعين لهذه السلسلة يعني اكتبوا لي بالتعليقات أو راسلوني على التليجرام حتى أعرف من الجمهور المستهدف الكتاب هذا في أي الكليات معتمد والجامعات أيضا والمستويات وما هي الشابترات الرئيسية اللي تركزون عليها مثلا في المنهج عندكم المقرر هل كل الكتاب مقرر أو بعض الوحدات من هذا الكتاب أرجو كتابة ذلك في التعليقات الآن نشرع في الشرح ونبدأ بالمقدمة كالعادة في هذا الفصل سوف نقرأ عن ذكريات الناس ذكرياتهم بماذا يعني بخصوص ماذا بخصوص أحداث مهمة حصلت في حياتهم فالحدث هو شيء يحدث خاصة شيء يهمك أو غير طبيعي حدث المهم هذا معنى المقصود بالإفنس ستكتب موضوعا أو باراغرافا لكي تطلعنا وتحدثنا على ذكرياتك بخصوص حدث مهم وقع في حياتك وكوننا سنتحدث عن أشياء مضت يعني هنا سيكون نوع من الرواية لأشياء وقعت فالزمن الأمثل لذلك سيكون هو الزمن الماضي البسيط نبدأ بقراءة النماذج سنقرأ نموذجين لطالبين يتحدثان عن الأحداث المهمة في حياتهم النموذج الأول العنوان طبعا سنحل العناصر كالعادة العنوان ثم ثم تكون هناك خاتمة نفس النمط يتكرر لدينا لكن هو الموضوع ترتيب الأفكار هذا الذي سوف نركز عليه في هذه الوحدة يوم التخرج من المرحلة الثانوية كان هو يوم رائع بالنسبة لي كان هو يوم السبت في الصباح يقول في الصباح لبست ملابسي ارتديت ملابسي كنت قد اشتريت بدلة جديدة وربطة عنق مخصصة لذلك اليوم لهذه المناسبة ثم ذهبت لمقابلة صديقي ذهبت لبيتي صديقي كانوا بانتظاري ستة من أصدقائي ثم فيما بعد ذهبنا كلنا سوية في سيارة صديقي إلى أين إلى المدرسة الحفل أين سيكون حفل التخرج في المدرسة في الساعة الثانية ظهرا في صالة الألعاب القوى في المدرسة والدي وأيضا الجدين والجدادي كانوا كلهم يجلسون في أماكنهم المخصصة والتقطوا الكثير من الصور قام مدير المدرسة باستدعاء الطلاب أو بماذا نادى على بأسماء نادى بأسماء من الطلاب أولا اللي هم الطلاب المتفوقين هكذا تجد العادة مثلا المركز الأول المتفوق إلى آخر يستدعون بداية وانا كنت من بينهم بين مين بين الأنور وأعطيت جائزة لأنني كنت أفضل طالب في مادة الرياضيات كنت سعيدا جدا بذلك وكانت عائلتي فخورة به في ذلك اليوم كويس الآن النمط اللي هيسألني عنه الأسئلة المعتادة ما هي التوبك سنتنس ضع دائرة حول التوبك وخطا حول الكنتروليق عايدية قلنا النمط الشائع هو تكون الجملة الأولى هي التوبك سنتنس وبعض الأنماط كانت تخالف يجيب لي التوبك فقط في الجملة الأولى والكنتروليق عايدية في الجملة الثانية لكن هنا جاءوا كلهم في جملة واحدة وهي الجملة أولى فأولا ما هو الموضوع نقول الموضوع بده حدثني عن هذا هو عن اليوم التخرج من المرحلة الثانوية من أي ناحية من ناحية أنه كان يوما رائعا بالنسبة لي إذن هذا هو التوبك وهذا هي الكنتروليق عايدية هنا جميل حددنا الآن سؤال الثاني لماذا كان هذا اليوم يوما رائعا بالنسبة للكاتب أعطي مثال يعني يوم التخرج كل واحد يجاوب يستطيع جاوب على كيفه هنا مثلا أنه أخذ كان هو أفضل طالب كان he was one of the honor students he got a prize because he was the best math student his family was proud of him يعني هذه كلها إجابات محتملة بعد ذلك زوج والصدر كيف تخلق يجب أن يتجب أن يكون هل حذرت أفضل قلق 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 شكرا